طيب خلونا بقى بسرعة نمر على بعض الاخبار المحلية عشان النهاردة الوقت مضغوط شوية النهاردة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الموقر قال انه الصيغة النهائية لقانون الاستثمار اللي بقاله شهور وايام وليالي في ولادة متعثرة اخيرا حيطلع وده الكلام اللي على جيه على لسان المهندس شريف اسماعيل انه نهاية شهر نوفمبر الحالي حنشوف الليحة التنفيذية والصيغة النهائية لقانون الاستثمار عشان اخيرا يبقى عندنا قانون الاستثمار المستثمر يخش ويبقى عارف حيخش بكام ويطلع بكام يأسي شركته ازاي ويخلص شركته ازاي ويتفاوض ازاي ويتقاضى ازاي كل الحاجات اللي كانت في علم الغيب خلال الفترة اللي فاتت كمان رئيس الوزراء قال انه تم نقل ادارة منظومة بطاقات التموين اللي هي بتاعة الكروت الزكية وموضوع التموين والدعم وكذا انتقلت من وزارة التخطيط الى وزارة الانتاج الحربي والحقيقة ان الخبر ده رغم انه هو سعيد لانه معناها انها انتقلت الى الجهة السليمة اللي حتديرها صح وحتقضي على الفساد وعالبيروقراطية وعالروتين وعلى الحاجات السخيفة لكن هو خبر مؤسف بالنسبة لي انه يعني ان الجهاز الحكومي تكتب له يوم بعد يوم شهنة الوفاة كل قصة كل ملف يروح للجهاز الحكومي يفشل ويفسد ويعطل ولما نحب ننقذه ونديله قبلة الحياة ونخرجه من غرفة العالم مركزة نوجهه الى مؤسسة عسكرية سواء الجيش او الادارة الهندسية لو كان في حاجات فيها مشروعات او وزارة الانتاج الحربي لو كان حاجة فيها تثبيت وتخطيط شيء الحقيقة يسعد ويقلم وكل مرة كل مرة الجيش لازم يعلم على الحكومة كل مرة لازم يحصل كده